طبعا مساءكم مشاهدين أينما كنتم تغطيتنا الإخبارية متواصل على مدارية الساعة متواصلون معكم على المباشر من تلفزيوني النهار أو القناة الإخبارية في الرزائر إذن يعقد زعطوت محمد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش اليوم في هذه الأثناء ندوة صحفية بمقر محكمة الحراش بعد تقديم البرون أسامحني شلفار من سجن الحراش أمام جهات التحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني نستمع لما يقوله في هذه الندوة الصحفية ثم نعود بعد ذلك من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش ذلك بتاريخ 23 أفريل 2016 تنفيذا للأمر بالقبض الصادر عن السيد قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للمحكمة الحراش وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكافلة بإيقافه وبتاريخ الموافق لـ 16 جوان 2016 تم تقديم المعني أمام نيابتنا وبعد استجوابه تم تحويله إلى السيد قاضي تحقيق الغرفة الرابعة والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت للإشارة المدعو حنيش أسامة متابع على مستوى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيد محمد بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية عرض وبيع المخدرات وشرائها وتخزينها واستيرادها وتم إيداعه بالمؤسسة العقابية بالقليعة بناء على أمر إيداع قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة وبتاريخ 9 أفريل 2016 تم تحويله إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش وبتاريخ 23 أفريل 2016 تمكن المعني من الهروب وعلى إثر ذلك تمت متابعته بتاريخ 29 أفريل 2016 رفقة باقي أفراد آخرين بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة الهروب المقترن بتواطئ الحراس وتقديم رشوة بتاريخ 29 أفريل 2016 أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش أمرا بالقبض ضده وفي إطار تنفيذه تواصلت عملية البحث على المتهم الهارب من طرف عناصر كتيبة الترك الوطني بالحراش تحت إشرافنا المباشر إلى غاية إيقافه وشكرا شكرا كان هذا ما أدلى به السيد زعتوت محمد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش خلال هذا التصريح للصحفة بمقر محكمة الحراش تقديم البارون أسامة حنيشة الفار من سجن الحراش أمام جهاته التحقيق من قبل مصالحي الدرك الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثرى كمين محكم بولاية عينتي موشنت نهار أمس يذكر أن البارون الفار يبلغ من العمر 27 سنة قد تمكن من الفرار من سجن الحراش بتاريخ 23 أبريل الفارت منتحلا صفة محامي بطواطئ من محامية حذر من ولاية المسيل التي نفذت خطة هروبه بتسليمه بدلة المحامية الرسمية حيث تم توقيفها هي الأخرى رفقة ثلاثة من أفراد عائلة البارون وتم إداعهم الحبس المؤقت بسجن القليعة بعد التحقيق معهم حيث نسبت لهم تهم تكوين جمعية أشرار لغرضي الإعداد لجنحة والتواطئ لتسهيل هروب مسجون وجنحة الإهمال المؤدي لهروبي المسجون بالنسبة لعوني حراسة بذات المؤسسة العقابية